طيب السائل هنا بقول هل يجوز مجالسة المبتدع وأخذ النافع منه وأخذ النافع منه وأترك الباطل طيب يقولنا لا يجوز أن يؤخذ العلم عن مبتدع أبدا ما يجوز الدليل على ذلك في صورة الأنعام قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يخوض يعني شنو يخوض يعني ها يتكلم بالباطل زل يتكلم بالباطل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا أعمل شنو فأعرض عنهم أبتعب ده أمر من الله سبحانه وتعالى في صيح مسلم عن أبي هريرة قال النبس صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه الناس اللي يتبعوا المتشابه من القرآن وده طبعا هذا البدع الواحد يجيب لي نص متشابه قرآن ولا سنة اتبعوا المتشابه قال فاعلموا أنهم الذين سمى الله ديلا لربنا سمىهم في الآية سبعة من سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون شنو ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاعلموا أنهم الذين سمى الله يعني ديلا لقاصدهم الله في الآية قال بيتبعوا المتشابه من القرآن وابتغلوا بالمسلمين كويس قال فاحزروهم فاحزروهم النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لك لا لا شيري منهم الخير وخلي الشر خلي بالك لا قال فاحزروهم وأي زال يأتي بقول لك لا أنت أمشي شيري الخير وخلي الشر أعلم أنه دار يضل لك دار يضل لك ليه لأنه أنت طالب علم أنت معالم معناه بالضروري أنت ما عارف شنو معارف الخير من الشر وما عارف الكعب من الكويس لما نيجي بيتيخة مكفولة يقول لك شيري الخير وخلي الشر أنت ما عارف حتمشي الشي للشر وتخلي الخير لأنه أنت ما عارف صحيح ولا كلامنا ما صحيح يا أخوانا لكذا العلم قالوا أنت ما بتدعلم إلا عنده الموثوق دفة والسلف وعلى إجماع محمد بن سيرين في مقدم الصحيح مسلم قال إن العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم كلمة جميلة لابن عبدالبر المالكي رحمه الله تعالى والكلمة دي بالعالي لنا مشكلة شنو إنه الناس الليلة حريصين على الدنيا الدنيا منقوها تمام ينظفوها ولك التاجر فلان داك بيجيب بضاعة بايضة ما تشتروا منه صح حتى لو عنده بضاعة كويسة مدام هو بيجيب البضاعة البايضة حقة الكويسة ما بشلاء منه يقول لك فلان داك ما تشتري منه ابن عبدالبر ورى إنه الناس حريصين على دنياهم لكن ما حريصين على دينهم قالوا قال قال على قرأة شوف الكلام دا كيف السيدة لما تجي تبيع لك لازول حاجة أول ما أداك القروش أول دات القروش يقلب بعالي الله صح ولا بيجيب تعاين بيجاي نمرت في مشروطة ولا سالمة تقلبة الداكلة مربوطة باستيكة وانتو ناس سجار طوال التاجر تلقى قلب الاستيكة بغادي وبيقبعد بالجهة الثانية لأنه هناك برصلك قروش مكتوعة تلقى بيهين قاعدة وبهناك ما في ناس بيقلب قروش تعاين الله كويسة تحسيمة أسنه في تاجر بدخل قروش في جيبه ساي مبعد دا ما صحيب إنه يكون ما تاجر ولا ذلك يكون زي أنا سايكة دي ما بعرف حاجة عن التجارة لكن تاجر أول ما تأتي تقولوش بعدة أها قال فإن الناس لا يقبلون في البيع دينارا معيبا قال فكيف يقبلون في دينهم الغسوة السمين تجدت في الدين تشي ساي الدنيا دي بتنقية يقول لك ما تشترى واشتري من سوق ليبيا تشترى من الجملة هناك والبضاعة السمحة إن فلان أما في الدين الناس بيشيلوا ساي ولذلك لو زول عنده شي كعب العلماء قالوا الصحب تاعداته ما يشيلوا منه عقوبة له قال رافع بن أشرس من السلف من العلماء الكبار قال من عقوبة الفاسق المبتدع ألا يقبل صدقه خد بالك مش الكعب قال لك ألا يقبل صدقه كان صدق مشيل منه السلف زمان ما بيلعبوه كذبت في حاجة واحدة علمك كله سقط كله سقط لأنه إيه تبقيت مجروح والمجروح تاني ما بيأخذ منه حاجة مسألة واحدة بس انتهى يقول لك لا يأخذ عنه ابن مسعود رضي الله عنه قال دينك دينك لحمك ودمك لا تأخذ عن الذين مالوا المائل المنحرف قالوا وخذ عن الذين استقاموا الدين دا زمان السلف عندهم الدين دا لحم ودم لحمك ودمك لكن السالناس الدين دا ممكن يسيروا من سيشاي سيشاي تفتيوه ويفتيوه يزول عنده علاقة بالدين لا أدلة لا كتاب لا سنة تمام وعشان كده اخوانا العلم يوخذ من أهله ما يوخذ من أي زول صوفي يفتي طالق الناس قاعدين في التليفزيون وفاتح لك صوفي بيتكلم يفتيهم في الدين عشان كده الأمة الآن كتير منا ضلة ضلة كتير من الأمة بسبب شنو لسبب أئمة الضلالة العلماء الآن للناس بيدعايا الليون وتاخذ من فتواهم ضللوا الأمة لشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين يفتوق بالضلالة واحد أنا بسمع مرة في التليفزيون جاوبه بفتي قال قال المزيع للهو كلمنا عن كرامات ابراهيم الكباش قال من كرامات ابراهيم الكباش شيخنا أن يقول للشيء يكون فيكون السيدة مفترض يفتي في تليفزيون كلم الأمة عن دين والمزيع مبسوط آه ما شاء الله ديك طبعا كرامات الأولية وده لحلنا السادة يسيد نيبتك سادة يا تنة يقول للشيء يكون فيكون تديو تديو صفات ربنا سبحانه وتعالى ده كل من الإجرام واللعب عشان كده يا أخواننا ما يؤخذ العين من الله عن مستقيم زول مستقيم في دينه أما زول بدافع عن أهل الباطل ده ما تأخذ منه دين يبقى دليف ويدوروا ساي في النهاية ديل يشيلوا شيئاتهم مع ربنا سبحانه وتعالى زول يدافع عن الباطل وعن أهل الباطل نعم وصية القحطانين بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني